موسيقى السلام عليكم و رحمة الله و بركاته تتجدد تحية بكم أعزائنا المشاهدين أينما كنتم و عبر قناة سبورت من تلفزيون دولة الكويت يسعدنا أن ألقاكم مرة أخرى من جديد في برنامجكم اليومي ما بين سطور حيث المواضيع الخاصة و المتنوعة بالصحافة الصادرة الرياضية تحديداً لهذا اليوم و قبل الدخول مشاهدون التعمق أكثر في صحفنا المحلية الرياضية يسعدنا أن يومكم معنا في الستيديو الأستاذ رئيس القسم الرياضي بجريد السياسة للتعليق على بعض الأخبار الواردة في الصحافة الرياضية المحلية و كذلك الخليجي الأستاذ سطام لسهلي حياك الله معي أستاذي في حلقة اليوم سعداء بهذا التواصل معاك و بالتأكيد نشكر لك قبولك الدعوة حياك الله عبدالعزي رحل فيكم و رحل في الأخوة مشاهدين وسعيد بالتواجد إياك و مشاكلكم من هذا الدعوة بالعكس نشكر قبولك الدعوة و نسعد بتواجدك معنا أستاذي و بمتابعة جمهورنا الكريم مشاهديننا نذهب لفاصل و مع الفاصل أبرز وأهم العناوين في الصحافة الرياضية المحلية نبدأ مع جريدة الجريدة التي عنوانت الشمري سأرفع تقريرا بشأن المشاركة في خليجة 24 و في الأنباء القادسية يستعيد جميع لاعبيه قبل موقعة السوبر و في صحيفة السياسة سلة الأبيض يسعى للحفاظ على الصدارة أمام الشباب اليوم حياكم الله من جديد مشاهدين و بسم الله نبدأ هذه الجولة الصحفية الرياضية من الصحافة المحلية و تحديدا من جريدة الجريدة و التي طلعتنا في العنوان الشمري سأرفع تقريرا بشأن المشاركة في خليج 24 أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس اللجنة الفنية خالد الشمري أنه تقرر عقد اجتماع للجنة مع الجهازين الفني و الإداري للمنتخب الوطني الأول أحد يومي الثلاثاء و الأرفعاء المقبلين و ذلك عقب عودة المدرب تامر عناد إلى البلاد و قال الشمري ننتظر تسلم التقارير الفنية و الإدارية الخاصة بالمشاركة في بطولة خليج 24 و التي ستحسم موعد الاجتماع النهائي و الذي بناء عليه سيتم رفع تقرير إلى مجلس إدارة الاتحاد فيما يخص المرحلات المقبلة رجعنا معكم مشاهدين و مع الأستاذ رئيس القسم الرياضي بجري في السياسة الأستاذ و الإعلام الرياضي لأستاذ سلطان لسهلي أستاذ يجد الكتاحية بداية ماذا سيتمخذ عن اجتماع اللجنة الفنية مع الجهازين الفني و الإداري للمنتخب الكروي الأول من وجهة نظرك والله شوف بلا شك يعني يمكن كل حزين على خروج منتخبنا من خليج 24 بهذا الشكل هذا الشكل أعتقد اللجنة الفنية أيضاً والجهاز الفني و الجهاز إداري سيكون لديهم تقرير يرفعون إلى مجلس الإدارة حتى يتم التخارق قرار نعم إذا بنتكلم في عمر الواقع أعتقد أن أيضاً دور اللجنة الفنية والجهاز الفني و الجهاز إداري تقوم بالنوع من المسئلية من خروج خليج 24 نعم لذلك الكل ينتظر في هذا التقرير وأعتقد هذه الساعة يكون القرار لمجلس الإدارة هل تعتقد أن هناك راح تكون بعض التقييرات التي سنلحظها على منتخبنا الوطني من ناحية اللاعبين خلال المرحلة المقبلة والله شوف التجمع القادم سيكون شهر ثلاث شهر ثنين عند القادم أي شهرين لكن في وجه شعب أعتقد أنه راح تكون لها دور في المستقبل خاصة للدور راح يستمر في صفوف الأزرق نتمنى التوفيق لي الجميع ولي القائمين على اتحاد الكرة برئاسة الشيخ أحمد اليوسف وأخوان أعضاء مجلس الإدارة نفتح جريدتنا الثاني مشاهدين وهي الأنباء ونقرأ من خلالها القادسية يستعي جميع لعبيه قبل موقعة السوبر رفع الفريق الأول كرة القدم في القادسية من وطيرة تدريبات أمس والتي شهدت عودة جميع لعبي الأزرق بعد انتهاء مشاركتهم في خليجي 24 استعدادا لكأس السوبر أمام نادي الكويت يوم الخميس القدم وفي هذا الصدد قال مدير الكرة في النادي ناصر بن يان أن صفوف الأصفر في السوبر ستكون مكتملة في حال عودة بدر المطوع ورضاهاني من الإصابة ورجعنا معكم مشاهدين مكملين في أجواء الصحافة الرياضية المحلية ومع الأستاذ سطام لسهلي رئيس القسم الرياضي بجريدة السياسة استاذي ما هي نسبة مشاركة بدر المطوع ورضاهاني مع القادسية في كأس السوبر أمام الكويت يوم الخميس القادم والله شوف تصريح مدير فريق ناصر بن يان يقول الفريق جاهز باستثناء مقدر رضاهاني ممكن هذا يقرره الجهاز الفني أو الجهاز الطبي مدى تشافيه منهم يلعبون السوبر أمام نادي الكويت لكن نادي قد بنسبة كبيرة مقدر نطوعكم متواجد بشكل كبير لأنه حسب الأنباء من نادي قادسي أنه إصابته خفيفة يعني غير مغلقة نعم خروج نادي الكويت استاذي في معسكر تدريبي خاص في دبي بدولة أمارات العربية وكذلك استعدادات نادي القادسي لهذه الموقعة تشوف الأقرب لهذا اللقب والله شوف الكويت والقادسية أصبح منافسة تقليدية منافسة تقليدية بينهم كل واحد عارفه راق الثاني ممكن نادي الكويت يسع دائما في اقتنام الفرص يقابل معسكرات خارجية خاصة صحيح إذا اللعبين الدوليين مموجودين حتى يكون برتمعالي صحيح نادي قادسية بلعبين أيضا الدوليين نضمامهم بأفريق قادسية كون جاهز المباراة هذه المباراة أنا أقول لك تقول متوازنة أو متكاتفة الأطراف الأطراف تمنى التوفيق كذلك للفريقين في هذه الموقع الكروية وكأس السوبر الكويت ما بين الكويت والقادسي يوم الخميس القادم نتحدث معكم مشاهدين في صحافة الرياضية المحلية وآخر صحفنا المحلية ستكون من جريدة السياسة والتي عنوانت سلة الأبيض يسعى الحفاظ على صدارة أمام الشباب اليوم تعود اليوم عجلة الدوري الممتاز لكرة السلة للدوران بعد توقف استمر قرابة الشهر نظرا لمشاركة الأزرق في البطولة الخليجية التي استضابتها الكويت وتقام اليوم أربع مواجهات حيث يلتقي القادسية مع الصيبخات ويعقبها لقاء الساحل مع كاظمة وعلى صالة يوسف الشاهين يلعب الكويت مع الشباب ويسبقهما لقاء لقرين مع النصر وما زلنا نستمر معكم مشاهدون مع السادة سطام السهلي رئيس القسم الرياضي بجلة السياسة السادي بداية مع وصول منتخب الكويت إلى الموراة النهاية في كأس الخليج لكرة السلة هل سينعكس هذا الأمر على قوة الدوري دوري السلة عندنا من خلال المراحل القادمة؟ أول شيء يرى وصول منتخب الكويت للكرة السلة النهاية الخليج أعتقد كان مفرح للجميع خاصة عودة منتخب السلة إلى شوي أجواء البطولات والمنافسات وعودة في ظل نجوم من الشباب لكن في الدوري أعتقد عودة اللاعب الأجنبي المحترف هي اللي بتشعل للدوري أو تزيد من المستوى الفني يعني يمكن لدينا عدد من اللاعبين مميزين لكن أيضا تحتاج إلى المحترفين حتى يكون هناك احتكاك مباشر يكون هناك شوي حماس أكثر ودوري يكون يعني على قيمة تنافسية بين الفرق لا يكون محتكر على فريقين أو ثلاثة صحيح أنت دائما أجب أن تبحث عن عدد كبير من المنافس حتى يكون هناك دوري منافس صحيح أستاذي إذا أكلمك على نقطة الجمهور اللي شاهدنا في بطولة الخليج وكرة السلة يعني الجمهور الكويتي عوضا عن باقي الجوانهير الخليجي اللي شرفتنا من خلال تهجع لمنتخباتها ولكن أتكلم عنه على جمهور الكويتي المساند لمنتخب الكويتي كرة السلة شونا تشوف ثقافة الجمهور الكويتي لدعم لجمع الألعاب يعني قبل كنا نقول والله بس لا الجمهور فيما يخص كرة القدم وتهجع لكرة القدم جمهور ترقى موجود كرة اليد كرة السلة وجمهور الكويتي دائما رياضي ويكون مؤازر منتخبنا ترى حتى في الألعاب الفردية بعض البطولات تحصل جماهير جماهير دائما شفناه من اللوحة الفنية الجميلة الجمهور الكويتي في بطولة خليجية للسلة كان جدا يعني أكثر من رائع صحيح صحيح انتمنى التوفيق كذلك لقائمين على كرة السلة المحلية والاتقاء فيها إلى منصات التتويج سواء على مستوى المحلي الإقليم وكذلك القاري نكمل معك أستاذنا في جوانا صحفية رياضية الخليجية هذه المرة ومن بعد دمان تهينا في الجولة رياضية المحلية ومشاهدين نذهب لفاصل قبل البد باستطلاع الصحف الخليجية والعربية مع أبرز وأهم العناوين نبدأ مع الجزيرة السعودية التي عنونت منتخبنا يسعى إلى لقبه الرابع أمام المنتخب البحريني وفي الأيام البحرينية سوزا سنلعب من أجل الفوز وفي الرأي القطرية نقل مونديال أندية إلى أستاذ خليفة دولي حالكم الله من جديد مشاهدين ومستمرين معكم ومن أجواء الصحف الرياضية المحلية إلى أجواء الصحف الرياضية العربية وتحديدا من الصحف الخليجية وبدايتها من الجزيرة السعودية والتي عنونت منتخبنا يسعى إلى لقبه الرابع أمام المنتخب البحريني يلتقي مساء اليوم الأخضر السعودي مع شقيقه المنتخب البحريني في نهاي كاس خليجي 24 الذي يقام هذه الأيام في دولة قطر في نهايه يعبر عن مدى الحب الكبير للشقيقتين السعودية والبحرين من أجل الظفر بلقب البطولة المنتخبان نجحا بجدرة في فرض كلمتهما في الوصول الانهائي بعد البداية المتعثرة لكل منهما وعدى بقوة في ختام دور المجموعات للتأهل لدور الأربعة ثم الوصول للنهائي وما زلنا مستمر معكم مشاهدين في أجواء الصحف الخليجية وبتأكيد أجواء خليجي 24 ونهائي اليوم ما بين المنتخب السعودي الشقيق وكذلك المنتخب البحريني الشقيق ونستطيع أراء الأستاذ سلطان الاسهالي رئيس القسم الرياضي بجرد السياسة أستاذ بداية هل توقعتم وصول منتخب السعودي إلى النهائي خاصة بعد تعثروا في البداية أمام المنتخب الكويتي في 3-1 والله شوف أعتقد وصول منتخب السعودي ومنتخب البحريني نهاي خليجي 24 كان الأحاق خاصة شفناهم الجولة الثانية جولة الثاثة أو الدور قبل النهاي نعم وكيف الجولة الأولى تعثر منتخب السعودي ومنتخب الكويتي لكن هذا حصل في دورات السابقة صحي لكن اليوم تكلم عن مستوى فني أعتقد أنهم كانوا الحقين في الوصول النهاي بالتأكيد تمنى لهم برات موفقة تمنى أيضا أن نشوف مستوى فني يليق في هذا النهاي إن شاء الله دعنا نتكلم عن توقعاتك للمباراة هل تعتقد أن المتخب السعودي سيلعب اليوم من أجل إغلاق المنطقة الخلفية واللعب على المرتدات كما فعل ذلك أمام المتخب القطري في الدور النصف النهائي؟ لا 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 أعتقد أعتقد اليوم منتخب السعودي لعب مع مباراة والمنتخب البحريني أيضا لو لاحظنا منتخب أيضا يبدل كل تشكيله نعم كل مباراة بتشكيله من 11 لعب 11 لعب يعني هذا الأول مرة فيه يمكن فيه عالم كرة القدم يعني مستحيل أنه واحد يلعب مدرب كل مباراة لها تشكيله معينة لكن المتخب السعودي استخدم هذا التكتيك من منتخب القطري كل يال منتخب القطري منتخب قوي صحيح بطل كاساسيا لذلك إغلاق المنطقة والاعتماد على المرتدات مرتدات بالاستفادة من بعض المهاجمين السعودي اللي يمتازون بالسرعة والمهارة صحيح تعتقد كان ناجح وبالنهاية هو وصل للنهاية صحيح لكن استخدام هذا السلوب لنكون كل مباراة مباراة أعتقد شوي كافة منتخب السعودي أيضا أمام منتخب البحريني تفرق عن بارات منتخب القطري لذلك أعتقد اليوم منتخب السعودي أيضا سيكون أكثر تكتيكية وفاعلية من أن يقلق المنطقة سيذهب للتسجيل بالنسبة لتصريح مندرب البحريني سوزة سندها بالفوز أيضا مدرب أعتقد هي مباراة ما فيها تعادل ومباراة فيها فوزة وخسارة صحيح يعني ما رح تكون عندك الأمر لأنك تتبع عن الفوز الفوز لكن إذن تمنى التوفيق منتخب البحريني أمام منتخب السعودي تحقيق أول لقب منتخب السعودي سيتحقق اللقب الرابع مباراة صعبة صراحة مش سهلة نتمنى التوفيق المنتخبين وعلى طاري سوزة وصنع من أجل الفوز نروح للخبر التالي مع سوزة ومعاك أستاذي ومعاكم مشاهدين وصحيفة الأيام البحرينية التي عنونت سوزة سنلعب من أجل الفوز قال مدرب منتخب البحرين الوطني البرتغالي هليو سوزة أن المنتخب سيدخل المباراة النهائية من أجل الفوز وتحقيق اللقب عبر تقديم أفضل واقوة وأداء ممكن وذكر هليو سوزة في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء أن المباراة النهائية أمام المنتخب السعودي ستكون مغايرة مباراة دوري المجموعات مشيرا إلى أهمية أن يكون المنتخب أكثر فعالية في الشقي الأمامي ومازلنا نستمر معكم مشاهدين في أجواء نهائي خليجي 24 والمقام في قطر الشقيقة دوحة الجميع ما بين المنتخب السعودي الشقيق وكذلك المنتخب البحريني الشقيق أستاذي هل تعتقد بأن المدرب هليو سوزة ومدرب منتخب البحرين سيدخل بتشكيلة مغايرة التي شاهدناها أمام المنتخب العراقي في قبل نهائي والله شوف كما تقول أنه قاعد يطبق على الأرض الواقع لكن أعتقد أنه بيلعب تشكيلة المرة هذه مغايرة من وجود العناصر الأساسية هذا النهائي إنه ما تفوز يعني ما فيه مجال التعادل نعم لكن طريقة المدرب الأمانة عجيبة غريبة صراحة يعني ما مرت في كرة الغدف في كل مباراة تشكيلة تشكيلة مدرب يلعب تشكيلتين لذلك الوضع صعب مع لكن أمانة الرجل ناجح وصل النهاي حقق بطولة قرباسيا متصدر وضع جيد في المجموعة تصوية كأساس كأس العالم لذلك لا تستطيع أن تنتقد هذا المدرب أخرج عمان أخرج الكويت وأخرج العراق ثلاث منتخبات غوية وهما أبطال سابقين رأيك في أعلى مستوى المدربين من المدرب الذي فتنطرك خلال بطولة خليجة 24 والله مدرب منتخب السعودي نجح تكتيكيا رينارد في انضباط التكتيكية خرضية الملعب لأنه عنده عناصر تأهله لكن المدرب الذي كان فاجأ الجميع أعتقد أنه مدرب البحرين في طريقته الغريبة العجيبة لكن أيضا مدرب منتخب السعودي بصراحة استطاع أنه تنص فوز ثمين على منتخب القطري يعني صاحب الإمكانيات صاحب الأفضلية فذلك هو أعتقد له الكفة نكمل معك أخبارنا الخليجية وهذه المرة مع صحيفة رأي القطرية والتي جاء فيها في العنوان نقل مونديال الأندية إلى أستاذ خليفة الدولي أعلنت اللجنة العليا للمشارع والإرث والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا استضافة أستاذ خليفة الدولي ثلاث مباريات إضافية ضمن منافسات كأس العالم الأندية التي تقام في قطر للمرة الأولى من 11 إلى 21 من ديسمبر الجاري وذلك بعد أن تقرر تأجيل افتتاح أستاذ المدينة التعلمية إلى أوائل العام المقبل وما زلنا معكم مشاهدين في أجواء الصحف الخليجي ومعن أستاذ سطرام الإسهلي رئيس القسم الرياضي بجريدة السياسة أستاذي لماذا تم نقل مباريات كأس العالم الأندية من أستاذ المدينة التعليمية إلى أستاذ خليفة الدولي أعتقد تصريح اللجنة للمنظمة أن الأستاذ ليس جاهز يكون جاهز في 2020 في المنتصف لذلك تم نقل أستاذ خليفة على مستوى الفرق المشاركة يعني قطر لأول مرة تستضيف كأس العالم الأندية عارفين أن الهلال السعودي بما أن بطل آسيا كذلك السد القطري مستضيف البطولة توقعاتك لهذه الفرق العربية في هذه البطولة العالمية والله شوف صعبة لكن الهلال والسد قادرين أن يقدمون مستوى جيد لكن دائما كافة الأندية الأوروبية أو الأندية من أيضا أمريكا أكيد لها الأفضلية الأفضلية مشاركة الهلال النهائي آسيا نتكلم في أقل من شهر كذلك لاعبين مشاركتهم في كأس خليج 24 هل باعتقادك راح تؤثر على مستوى الهلال في هذه البطولة لا لا بالأكس الهلال بك نخوه من لاعبين صوار على المحليين أو المحترفين نتمنى المتوفيق كذلك كل الشكر لأستاذ سطام لأسهل رئيسي من قسم رياضي بجريد السياسة شكر لك أستاذ على فواجك شكر لك بالتأكيد شرفني وصعتني شكر لك شكر لك ساذي مشاهدين صحبنا المحلية والعربية لهذا اليوم انتهت فاصل ومثمن واصل مع الصحافة العالمية وأبرز وهم العناوين بداية مع صحيفة الكسبريس راشفورد يظهر بأفضل أثوابه وفي الموندو الإسبانية البرغوث يتسيد القارة العجوز وفي كوريا الإيطالية النسور تكسر عقدة الألونوبيكو بعد 16 عاما حياكم الله من جديد للمشاهدين وما زلنا مستمري معكم في أجواء الصحف والرياضية من المحلية إلى العربية وصولا إلى الصحافة العالمية ونستهل جولتنا العالمية من صحيفة إكسفريس والتي عنوانات راشفورد يظهر بأفضل أثوابه حقق ماركوس راشفورد مهاجم مانشيسر يونيتد الإنجليزي رقما مميزا أمام مانسيتي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدور الإنجليزي الممتاز ونجح راشفورد في تسجيل الهدف الأول لليونيتد في المباراة من ركلة الجزاء وساهم في فوز الشياطي الحمر بهدفين مقابل هدف واحد وفقا لشبكة سكاي سبورت للإحصائيات فإن راشفورد وصل إلى تسجيل عشرة أهداف هذا الموسم في البريمير ليغ خلال ستة عشر مباراة فقط وهو أفضل معدل في مسارته بالدور الإنجليزي وسبق أن أحرز راشفورد عشرة أهداف في الموسم الماضي ولكن خلال ثلاثة وثلاثين مباراة بالتأكيد عشاق الدور الإنجليزي أمس تابعوا وشاهدوا مباراة قطبي مانشستر يونايتد أو قطبي مانشستر ما بين اليونيتد والمان سيتي والتي انتهت في فوز اليونيتد 2-1 أعتقد أن كل الفرق قاعد تعمل لصالح ليفربول القطارة إلى الآن ماشي لم يتكبد أي خسارة ابتعد بقرابة الثلاثة عشر نقطة عن أقرب منافسيه أو ملحقيه مانشستر سيتي فكل الفرق قاعد تمهد الطريق للليفربول للعودة إلى منصة التتويج كبطل للدوري الإنجليزي الممتاز نكمل معكم مشاهدين في أجواء الصحبة العالمية وهذه المرة مع صحيفة الموندو التي كشفت في العنوان البرغوث يتسيد القارة العجوز قاد ليونيل ميسي فريقه برشلون للانتصار بنتيجة خمسة اثنين على ريال مايوركا ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الليقة وسجل ميسي هاتريك في الدقاءة السابع عشر واحد واربعين وثلاثة وثمانين وأصبح الأكثر لاعب تزييل للثلاثيات في تاريخ الدوري الإسباني بواقع خمسة وثلاثين مرة وأشارت شبكة إلى أن ميسي تخطى رقم البرتغالي كريستانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق صاحب الأربع وثلاثين هاتريك كما ذكرت الشبكة أن البرغوث هو اللاعب الوحيد بالدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا الذي سجل عشرة أهداف أو أكثر بآخر أربع عشرة موسيما جولة من بعد جولة بالتأكيد يمتع ويبدع ميسي مع فريق برشلونة الإسباني سواء على مستوى الدوري الإسباني أو حتى على مستوى الدوريات أو دوري أبطال أوروبا أقصد هنا يعني لعشاق أو جماهير ميسي وكذلك اللي ما يتابعون برشلونة أو ما يكونون من شجعين برشلونة يتابعون هذا اللاعب وهذه الأسطورة الحية فيما يقدم من جمال أو جماليات في كرة القدم من لمسات وأهداف وإمتاع وبالتأكيد ميسي أو كرة القدم من بعد ميسي بتكون بشكل مختلف وشكل ثاني ونكمل معكم مشاهدين في أجواء الصحف العالمية وهذه المرة مع الصحافة الإيطالية وتحديدا من صحيفة كوريري النسور تكسر عقدة الأولمبيكو بعد 16 عاما تكبدى يوفنتوس الإيطالي الهزمة الأولى له هذا الموسم بعدما خسر أمام مصطدفه لاتسيو بنتيجة 1-3 في المباراة التي جمعتهما بملعب الأولمبيكو بالجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم وذكرت شبكة أوبتل الإحصايات أن لاتسيو تمكن من فك عقدة الانتصارات على ملعبه بالأولمبيكو أمام اليوفي والتي لازمته لسنوات طويلة وأضافت أن آخر فوز كان للنسور على سيدة العجوز بملعب الأولمبيكو يعود إلى ديسمبر لعام 2003 أي منذ ستة عشر عاما عندما كان روبرتو ماشيني على رأس القيادة الفنية لفريق العاصمة الإيطالية بالتأكيد فوز لاتسيو يوم أمس على يوفنتس الإيطالي بنتيجة 3-1 أشعل المنافسة من جديد فيما يخص منافسات الكالتشوف ما بين الانتر ويوفنتس وكذلك لاتسيو دخوله في المركز الثالث ب33 نقطة يوفنتس إذا ما نغلطان 36 نقطة انتر ميلان المتصدر الآن بفارق نقطتين ب38 نقطة بالتأكيد أن كل هذه الأمور تزيد من حماس المباريات من شغف الجماهير والمحبة للكرة الإيطالية بأن جمال كرة القدم الإيطالية أو الدوري الإيطالي لم ينتهي بسرعة مثل ما شاهدنا في السنوات السبعة أو الثمانة الماضية بأن اليوفي يحسم الأمر مبكرا فعودة الإنتر عودة كذلك لاتسيو روما عودة كبير إيطاليا ميلان على مستوى الدوري الإيطالي بالتأكيد ستعزز من مكانة الدوري الإيطالي وقوة الدوري الإيطالي على المستوى المحلي وكذلك على المستوى الأوروبي مع كرير إيطاليا مشاهدنا ننهي جولتنا في مختلف الصحب المحلية العربية وكذلك العالمية قبل الختام أنوهكم اليوم باللقاء الختامي لبطولة خليجي 24 والمقام في قطر الشقيقة دوحة الجميع ما بين المنتخب السعودي الشقيق والمنتخب البحريني الشقيق على نهاي خليجي 24 المنتخب السعودي يسعى لتحقيق اللقب الرابع في مشاركته بخليجي 24 والمنتخب البحريني يسعى لتحقيق اللقب الأول على مستوى مشاركاته في دورات الخليج والكل عارف أن البحرين الشقيقة هي صاحبة فكرة بطولة الخليج يتمنون أن يحققون هذا اللقب وإن شاء الله ما تكون بعيدة عنهم وكذلك أمنياتنا وأمانينا الإيجابية للمنتخب السعودي في هذه المباراة وتظهر مباراة جميلة شيقة على المستوى الكوروي الفني وكذلك التنظيمي كان هذا كل شيء مشاهدين في حلقة اليوم ذي قانا معكم إن شاء الله في حلقة الغد إذا ذلك الحين طبتم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة